بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأميم الله لا إله إلا هو الحي القلوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه وأنزلت توراة والإنجير من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب فمنه آيات محكمات هم أم الكتاب والأخر متشابهات فهما الذين في قلوبهم زيغ فيتفعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الليم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ينذكر إلا أولو الألفان وما ينذكر إلا أولو الألفان فإذ هديتنا وغبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاد ربنا إنك جابع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عمهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وفئس البهاد قل كان لكم آية في فئتين سقطا كفئة تقاتل في سبيل الله وأخفر كافرة يرونهم مثليهم رأيا لعين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار جين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطي المقنطات من النساء والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين استقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزوال مطهرة وإضوال من الله والله بصير بالعفاد للذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والقانتين والمنفقين والمستوفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البناغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 111. أولئك الذين حرقت أعمالهم في الدنيا والآخرة 112. وما لهم بالناصرين 113. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 114. يدعون إلى كتاب الله ليحقوا مبينهم ثم يتولى فإيق منهم وهم معرضون 115. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما محدودات 116. وغرهم في دينهم ما كانوا يسترون 117. فكيف إذا جمعناهم اليوم لا عيب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 118. وهم لا يظلمون 119. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 119. وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء 110. وتعز من تشاء وتلل من تشاء بيدك الخير 110. وقلوا إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهاء وتولد النهاء في الليل وتخرج الحن من الميت وتخرج الحن من الميت وتخرج الميت من الحن وترزق من تشاء بغير حساب لا يستخدم المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحرركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تذدوه يعلمه الله ويحرركم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توجد له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحرركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله ومن خلق وقت تجدوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن توله فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اختفى آدم ونوحا وآل إبراجيم وآل عمران للعالمين ذرية بعضها من بقى والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ماكي فقني محرا فتقبل من دي إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعت تبا أنسا والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيدها ذك وذليتها من الشيطان الرجيم فتقبلها رب باب قبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا كلما دخل علي ذا ذكريا المحراب وجد عند ذا رب قبول حسنا قال يا مريم أن لك هذا قال يا مريم أن لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال قال رب أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحياه صدقا بكلمة من الله وكيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال قال رب اجعل لي آية قال قال آيتك أن لا تكرم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال واذكر ربك كثيرا وتذبع في العشي ولي الإبكار قال وإذ قالت الملائكة يا مريه إن الله أصطفاك وطارك وأصطفاك على لساء الله قال يا مريم يا مريم كنتي لربك واسجدي وركبي مع الواكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أخلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصرون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى أبن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اسمه المسيح ويكلم الناس في المهد وكلا ومن الصالحين اسمه المسيح قال اسمه المسيح إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون اسمه المسيح ويعلمه الكتاب والإكمة والثورات والإنجيل اسمه المسيح اسمه المسيح اسمه المسيح اسمه المسيح اسمه المسيح فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأسمد والأبرص وأحييي الموتى بإذن الله وأحييي الموتى بإذن الله وأنفئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بقضى الذي حرب عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاستقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحسيت منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحوائيون نهل أنصار الله قال الحوائيون نهل أنصار الله أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واستبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى لا إني متوس فيك وافرك إلي ومطيرك من الذين كفروا ومطيرك من الذين كفروا وجائل الذين استبعوا كفروا قال الذين كفروا إلى يوم القيامة وجائل الذين استبعوا كفروا قال الذين كفروا إلى يوم قيامة ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلوف فيهم أجورهم فالله لا يحب الوالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين كمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقر تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهر ثم نبتهر فنجعل نعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين وإلا كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نحب إلا الله ولا نشرك به شيئا أن لا نحب إلا الله ولا نشرك به شيئا أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تحصلون أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فهمة حاجون أنتم هؤلاء حاجتم فيما ليس لكم به علم والله يحلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم أولى الناس بإبراهيم أولى الناس بإبراهيم أولى الناس بإبراهيم والدفطائفة من أجل الكتاب أولى الناس بإبراهيم أولى الناس بإبراهيم يا أهل الكتاب لم تفكرون بآيات اللح وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق قبل باطير تكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجد النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إننا بالهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن من الفضل بيدر الله يؤتيه من يشاء والله واشع عليم يختص برحمته من يشاء والله للفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بطلقاء يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بطلقاء يؤديه إليك إلا ما أدنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمبين سبيله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وإنهم لفريق يلغون ألسنة بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني من دون الله وما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون وما يأذركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيا مركم بالكفل بخدئذ أنتم مسلمون 111. وإذ أخذ الله ميثاقا مبينا 112. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صدق لما معكم 113. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننن به ولتنصرنه 114. قال أأقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا 115. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 116. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 117. أفغير دين الله يدهون 118. أوله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليذ يرجعون 119. قل آمنا في الله وما أنزل على النا وما أنزل على إفراجب 119. وإسمائيل وإسحاق ويعقوب والأسباق 110. والأسباق وما أوتي موسى واليسى والنبيون من ربهم 110. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 111. ومن يمتغر غير الإسلام دينا 112. فلن أقبل منه وهو في الأسوة من الخاسرين 113. كيف يهدي الله 114. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البلنات 115. والله لا يهدي القوم الظالمين 116. أولئك جزاؤهم أن عليهم لأنك الله والملائكة والناس الأدمير 117. قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 118. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 119. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم 110. أولئك هم الضالون 111. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 111. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به 112. أولئك لهم عذاب أليم 113. وما لهم من ناصرين 114. أن تنال البلد 115. وحتى تنفقوا مما تحبون 116. وما تنفقوا من شيء 117. فإن الله به عليم 117. كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل 118. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراه 119. قل فأتوا بالتورات فاتلوها إن كنتم صادقين 119. فمن افترى على الله كذب من بأد ذلك فأولئك هم الظالمون 119. قل صدق الله 110. فاستبعوا ملة إبراهيم حديثاً 111. فاستبعوا ملة إبراهيم حديثاً 111. إن أول بيت يوضع 111. فاستبعوا على الناس للذي ببسكة مباركاً 112. وهدى للعالمين 112. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 113. 114. ولله على الناس حج للبيت من استطاع إليه سبيلاً 115. ومن كفر فإن الله غمير عن العالمين 116. قل يا أهل الكتاب 117. لماذا تدخرون في آيات الله 117. والله شهيد على ما تعملون 118. قل يا أهل الكتاب 119. قل يا أهل الكتاب 119. لماذا تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً 119. وأنتم شغفاء 110. وما الله بغافل عن ما تعملون 110. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 111. وما يردوكم بقد إيمانكم كافرين 112. وكيف تكبرون وأنتم تتلى عليكم آمنوا 112. وكيف تكبرون وأنتم تتلى عليكم آمنوا 113. ومن يأتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 114. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 115. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 115. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 116. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 117. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 118. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 119. قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأضرون بالمعروف وينهون عن المنكر 110. وأولئك هم المسلحون 111. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جعلوا 110. وأولئك لهم عذاب عظيم 111. وأولئك لهم عذاب عظيم 112. وأمن الذين اسوأت وجوه هم أكفرتب بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون وعما الذين يضبطوا وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد المن العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمحروف وتنهون عليهم كي وتؤمنون بالله ولو آمن أجل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكسوهم الفاسقون لن يضركم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الليلة أينما تقفوا ضربوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وفاءوا بغضب من الله وفاءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يقتدون ليسوا سواء ليسوا سواء ذلك بأنهم يتلون Predator 1 ومنهم يتلون آيات الله آماء الليل وهم يسجدون يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمون بالمقروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار إنهم فيها صالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا يا كمثل ريح فيها صر أصابت حرسقهم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم إنهم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم وادوا ما عندتم قد بذت البغضاء من أفوالهم وما تخفي حدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تأخرون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكوكم قالوا آمنا وإذا لكوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنابل من الغير قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله عجيم بذات الصدور إن تنتسكم حسنة تتؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يفرحوا بها إن الله بما يعملون محيط إن الله بغيظكم وإن غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إن الله بغيظكم إن الله بغيظكم إن الله بغيظكم إن الله بغيظكم بل يتوى كي المؤمنون ولقى نصاركم الله بمذل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذلين بلاء تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوره هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ويأتوكم إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لأقفى طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينقلبوا خائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو معذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفيحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم تروحون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجمة العرض وسارعوا إلى السماوات والأرض أعدت للمستقين والذين ينفقون في السرواء والضرواء والكاظمين الغيظة والله يحب المرسلين والله يحب المرسلين ويغفروا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا لذنوبهم ومن يغفروا لذنوبهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تئرين تحفظ الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة المكلبين هذا بيان للناس والهدى ومويرة لمستقين ولا تهنوا ولا تحذنوا وأنتم الأهلون إن كنتم مؤمنين إن ينسسكم قوح فقد مست القوم قوح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليحلم الله الذين آمنوا وهو يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الوالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أن قتلا قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على آقابه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تقوت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤسه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤسه منها وسنجد الشاكرين وكأين من نبي قاتلنا وعذوا ربيون كثير فما وزنوا لما أصابهم في سبيل الله وما أصابهم في سبيل الله وما أصابهم في سبيل الله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتذبت أقدامنا وانفرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يهدوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غمّا بغم فأسابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أن معاثا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ومن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ومن الجاهلية يقولون ذلنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون 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 له كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليغتلي الله ما في صدوركم وليم حص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببرض ما كتبوا لقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضروا في الأرض أو كانوا هزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أو كانوا هزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أمتتم لما مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم ليل الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولن كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعضه وعلى الله فريئة والكلي المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولما أصابت أنصيبة قد أصبتم مثليها قلتم إن الله على كل شيء قريب وما أصابكم يوم التقى الجمال فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا له نحلم قتال 1000 måste من قطعها إنهم إنهم من الإيمان يقولون بأسواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أخونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فإحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحذنون يستبشرون بالعمة من الله وحصله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم وأنهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر معظيم الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بهمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله فضل عظيم إن ماذا لكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شنيئا يريد الله ألا يجعل لهم حوا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إن أما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليزرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليخدعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من وسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سلطوقون ما تخلوا به يوم القيامة سلطوقون ما تخلوا به يوم القيامة ولله جميرات السماوات والأرض سلطوقون ما تخلوا به يوم القيامة والله بما تملون خبير فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ونقول وعذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وإن الله قالوا إِنَّ اللَّهَ عَدِ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حتى يأتينا بقربان تأخله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كل برسل من قبلك جاءوا بالبينات واليور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ولتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفادة من العذاب فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للوالمين من أنصار ربنا إننا سمعناه ناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بعبكم فآمنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكففر عنا سيئاتنا وتوفنا ما للأبرار ربنا وآتنا ما وعتنا على أسرك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلق البيعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجريم من تحت ذا الأنهاء أو ثوابا من عند الله والله عنده حسن السواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه من جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجريم من تحت ذا الأنهاء خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أدل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين لله خاشعين لله لا يشتغون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سيع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون